انما الخزنة لما تفتحها مفلش بلوز دي. طب ممكن اسألك سؤال. هو الحال اللي احنا وصلناه في مسألة الدعم دي وعدم وصوله مستحقي وفي سرق في النص وفساد وكلام منه. هل الدعم النقض السبب? ولا التجربة? ان احنا بنعمل عيني هو السبب. هل احنا جربنا ولا انا العكس? ولا احنا وصلنا لنتيجة نتيجة الدعم العين اصلا. معالي النايب بيتلخص بحاجة واحدة بس انا كجاه رقبية. ان انا ادور على الفساد فين داخل المنظومة? هل الشركات اللي بتورد للسلع التامنية زي ما قال فيها عيوب كتير? هل دي لقرايب حد من اللي جوه? طب تسهلات النهاردة ان الشركات دي تخشوا جوه. هل النهاردة فيه فساد? طب الاسعار اللي بتتم دي جوه والاسعار غالبا بتاعت السوق اللي برا بقت عاملة بالزبط زي اسعار السلع التامنية او فرق بسيط. هل يجازي تمن السلع ده? هو ده دركه كاجهزة رقبية. ده فترة. لغاية ما يحصل استقرار في. السلع العينية دي فترة من الفترات بتتحط في ايام الحروب والازمات ومع الوقت في التنمية الاختصادية. بيقل بالتدريج لغاية ما يحصل نقدي. ده هيل جدا. جدا. انت قلت لي تجربة البرازيل حتى لتكلمة عنها التجربة مطبقة كده بالدعم 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 النقدي المشروط. المشروط. الدعم النقدي المشروط اللي هي ابتدت التجربة بحداشر التجربة حاليا بتضم احداشر مليون اصلا تمانية وستين تمانية وستين مليون مواطن بيستفيدوا بيستفيدوا منها. يعني بياخدوا بياخدوا دعم نقدي في لسئ ديهم. بس ايه المشكلة يعني المشكلة خلي بالك ان احنا بنختازل برضو المعودة ان انا بكرة الصبح هبط لدي الناس سلع وديهم اه لا مش كده في فتر. نحضر نفسينا الاول. اه لا ناس ما تتخوفش يا اول بيه مسل ناس ما تتخوفش في فكرة ان احنا اولا احنا ما بنشيلش الدعم. احنا بنغير انماط الدعم. ده احنا هنزوده. احنا هنزوده. احنا هنزوده. يعني احنا بنقول للناس لأ فكرة ان احنا بنقول كلمة الدعم النقد دي معناها ان هنشيل الدعم دي لا يا جماعة ده كلام غلط. احنا بنفكر في انماط الدعم عشان توصل لمستحقية. ده اول موضوع. موضوع التاني. ان ده هيتشال وده هتحط. مش صبح بقى هنروح على دعمين نعم نقد وشيل دعم العين. ده الموضوع هتخد. نفس بتغتفع الاسعار. طمام. يعني قاعدة يعني مجتمعية مش اقتصادية لو انت دعمت المعاشات مثلا. بفلوس. اه. مش ده مش بيحصل من صدق الدعم الدعم المعاشات مقاومة. اه. او دعم المرتبات بفلوس. بيحصل التدخم. لا يمكن وقف التدخم على الاطلاق الا بالشغل والعمل والتنمية. ده كلام. ما لو لو اديته الف وخمسمائة جنيه وبعني اكتشف انه في زيادات في الاسعار كبيرة. الزيادة. التهمت الف وخمسمائة جنيه. مش مزبوط. مش مزبوط. الناس بس يا جماعة ما تخوفوش ناس من تجارب والاصلاح الاقتصادي والخطط الصعبة. احنا متأخرين جدا في الاصلاح الاقتصادي في مصر. اه. لكن لما نعمل دوت هيحصل بس مجرد ان الاسعار هتزل يعني تنزل تاني. ليه? لان اصلا اللي بيقل التدخم هو الانتاج. ما فيش حاجة تاني. مش فرق لصوره. السلع دي انا بستوردها من الخارج. انا النهاردة بستورد معظم السلع. الغزائية اللي في مصر كلها من الخارج. ايه الفرق? الزيت منبر. الفرق. يعني انا خاضع الاسعار اللي هستوردها من بره. يعني انبوبت المتابعة حضرتك اللي مدعومة. اللي المواطن بيشتريها بسبعين جنيه وتبانين جنيه برضو. اه. مش بيشتريها بخمساشر جنيه زي المفروض اشتريها. مزي ما الدولة بتدفع عليها خمسة وتلاتين جنيه هو وردو بيتفع سبعين جنيه. احنا مسكين. احنا بتعلق سحبال الهواء الدايبة. ايه هو بيتفع نفس الفلوس والله. تمام. على فكرة انت بتدعم التاجر الفاسد مش بتدعم المواطن. يبقى احنا نزبط المنظومة الاول لان خلي بالك من حاجة. والله لو جبت ميت مراقب اي البيت. لو اخر بعين سنة بنقول ده. والمستحايل الدعم. خلينا نقول خلينا نفترض جزافة ان عدد شعب مصري. فين انت هو اللي بتعمل كده سيبك شعب عددنا خمسة وتسعين مليون بناء ادم. او خلينا نقول ميتة مليون بناء ادم باخواننا العرب اللي عادين على ارض مصري. تمام? سبعين مليون بس دول بتوع البطاية التامنية. بياخدوا سكر وزيت. برضو حضرتك ما يختزل الموضوع في السكر والزيد. لا 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 لا. اخواننا العرب اللي بتتكلم عليهم في السفرات بيتكامل عربية بتاعتهم ببنزين ما تقوم باكتر من تمن البط. انا هي مني النهاردة? انا هي مني بقد بقد السكر اللي بياخده المواطن الغبان بيتمره. انت قلت للقروت الزكية ورجعتوا فيها. يا فاندم زكية وغبيت ايه ما الكلام ده انتهى في العالم. يا فاندم يا معالي النايب يا معالي النايب. يا معالي النايب. قبل ما نتكلم نقولي الكلام ده كله خلي بالك ان في سبعين مليون واحد الحكومة بتردعهم. خلاص كده? اللفظ ده حلو? الحكومة بتردع سبعين مليون بناء ادم. والسوق التجاري بيأكل التلاتين مليون اللي فضلين. تخيل انا رفعت ايدي النهاردة عن السبعين مليون. دا مش هارفة. مش هارفة. وهديلهم كاش. لا مش هارفة. وانا مش محضر السوق التجاري. ما تتخوفش بالستين مليون. ما تخوفش. يبقى زيز زيتهم سبع او مع عشرة دنيا هلاقي بمية دليل. تخيل الناس ان ده يتم فيهم وليلة. لان السوق مش مخد غير على تلاتين مليون. هل التخوف ده ده تخوف في الناس ولا? اشتخوف. دخل خروج. دخل خروج. في حاجة اسمها سعر التعادل اللي بيوصل للمنتج في الاخر. اصلا هو. عرضه طالف. في فيه انت انت هتوصل مليون. ما يوصلش. اللي بتوافر سلع تعادل الطلب بتاعه. فبعين مليون هيبقى زيزة في الصد. وانا بكرة اوال بيمة. وانا يستحق الدعم من نقدي حالي. ها? ده نيدي له دلوقتي وبلاش دعم عين. ونشوف البرامج اللي بيستحقها الناس الغلابة اللي عندهش حاجة. المعدمة. الناس اللي هي بتاعة العمانة الموسمية دول ياخدوا دعم النقدي. وستيلن دعم العادي موجود. من عندك تكافلوا قرار. اه كان في فكرة الجامعة من الجامعة من الاتنين. احنا ما بنقولش على فكرة الناس هنشيل ده ونحط ده فيش الكلام دوت ولا يحصل ابدا ولا هتعرف كطباء. ولا موجود على قد الوقت. قاعدة البائنات بتجهز. عبال ما تجهز تكون انت الموجود اصلا بيستحق هذا الدعم الدهوله. احنا عندنا المنظومة الصحية محتاجة فلوس اكتر من الطاقة. عندنا المنظومة الصحية الناس اللي يتبول في المستشفيات اكتر من الناس اللي بتستحق العيش اللي بتاخدوه مش بيقى. كل واحد باكل رخامس تغيفة في اليوم بروح يجيبوا بالقشير غيفة اكلوا البط والفرق. طيب. حرام. اه دكتور محمد تعليق اخير في في عشر سوانا. لا يجوز ان تستمر للدولة في دعم تلاتة مليون عربية مية وعشرين مليون جنيه وسايبها سبعين اه سبعين مليون مواطن يعني فاحنا المفروض. وكهربا. ننتهي من هذا. ننتهي من هذا الموضوع الخاص بالدعم بالدعم العيني ونتجي الى الدعم العيني. بس حاجة بس واحدة في عجالة. بس عندنا اربع خطوات لازم نشتغل عليهم. اول حاجة سواء دعم عيني او دعم نقدي لازم ننتهي من حتة قادل تحديد 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 مستحق الدعم. دي حزبة برم لازم تخلص. ثم تحديد شروط للدعم ما ينفعش ننتهي حد فلوس كده من غير اي بعدة تموي. محدش يسلفني. طبعا. طبعا. تحديد من يستحقه. ثم طريقة الدفع. انا كنا نتكلم عن وضوع الشمول المالي. ساروي شاري. مش كل الناس معها عندها حسابات في البنوك. فلازم نشوف القصة دي. ثم الجزئية اللي كنا متخوفين منها تحديد القيمة. مع التضخم. طيب. في تعليق اشي دكتور. بس كمان انا مش عايز يعني نخلق يعني التماثيل نقدسها يا صحيح. الدعم بشكل يعني الدعم ينقذ الناس الذين يحتاجون واللي ما عندهمش بديل تاني. بص حضرت. لكن لو انا اكتشفت انه بيضيع وانه بيروح لمن لا يستحقه. نعمل ايه? احنا النهاردة في توجه مع صدوق. اه. في توجه مع صدوق ان احنا رحيل الدعم النقدي فعلا. بس مين ما استحقش الدولة مش عارفة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. الدولة المصرية في الحالة اللي احنا فيها مش هتقدر تطبق دعم النقدي حتى لو رأستع السلم. ليه? مفيش الكاش الموجودة عندي النهاردة. الدولة شغلة باموال النهاردة الموردين. الشركات الموردة. والدولة شغلة بالاجل النهاردة مع اللي بيورد لامح وبيورد السلع. فبالتالي الكاش اللي موجود النهاردة مش متوفر لدي الدولة عشان اطبق دعم النقدي. ده انا بطرح سندات وازونات وعمل اكترد من اينا ومن اينا عشان اسدد فواتير كل شهرين وكل تلات نشر. لو كل شهر بقى هسدد لمين? فدي المشكلة. نحضر البلد الاول. نحضر الكاش الاول. نحضر الاسواق واستقرار باسواق واستقرار السلع. بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي. طيب. تكون اخر كارت. في سانية كل ده متحضر. اه هو اللي احنا بنحضره دلوقتي ان احنا مش عايزين يخاف الناس همشيل دعم. كلامنا النهاردة احنا بمنشيلش دعم يا جماعة. احنا بنغير النقط الدعم وبنفاهم الناس هي دي الفرشة اللي احنا بنبالها. يعني ايه الدعم النقط دي? يعني ايه بدل العينين? هو دوت اللي احنا بنعمل. الدول اللي قابلنا عملت ايه? الدول اللي نفحة توصلت ليه? اه بحس صحية المجتمع. اه لكن شيل دعم نقطي وعيني مرة واحدة كلام دا مش يحصل وما تقولوش وما تخلصوش.